اهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل ما فيش شك ان صناعة المشهولات الزهبية بتعتبر واحدة من الصناعات المهمة اللي بتوفر احتياجات السوق المحلي وكمان عندها سوق تصديري لعدد كبير من الدول عشان كده يتم انشاء مدينة الدهب اللي هتعمل نقلة كبيرة جدا بكل تأكيد في صناعة المشهولات الدهبية وهيخلي مصر عندها ميزة كمان تنافسية تقدر انها تكون مركز تصديري للدول العربية ودول القارة الافريقية خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن مدينة الدهب من الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الدهب صباح الخير يا فندق صباح نرجي فندق يا اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك منورنا عايزين تكلم مع حتك في البداية عن مدينة الدهب عن المكان اللي هتنشأ فيه اهميتها بالنسبة لمصر هو حضرتك مدينة الدهب ده رؤية ساقبة ومن فخانة السادة الرئيسة عبد الفتاعة السيسي نحو انشاء المدن المتخصصة زي مدينة الجلود ومدينة الاساس ومدينة الدهب وده بيرتقي بقوة جدا جدا بهذه الصناعات وما ننساش ان الدهب ده صناعة قومية الدهب ده ليس سلعة كمالية فقط للتزين فهو اقتصاد دول فنجد ان اقوى الدول اقتصادا هي من تملك اكبر احتياط استراتيجي من الدهب لذلك نجد ان الولايات المتحدة الامريكية هي الاعلى في العالم باحتياط استراتيجي بقيمة حوالي 83 الف طن من السبائك الزهبية فمدينة الدهب طبعا فرصة رائعة هيبقى فيها حوالي 400 ورشة و150 ورشة تعليمية بالاضافة الى معارض محلية وعالمية بالاضافة لمركز لمصلحة الدمغة مدينة ترفيهية وفي ملتقى طرق حوالي 150 فدان بجوارة عاصمة الادارية فهتبقى مركز قوي جدا مش محلي فقط للمصريين بل مركز ايضا تعتبر دولي عالمي كمدينة عالمية لصناعة الدهب وتطوير صناعة الدهب في مصر هي ايضا فنم كمان بتتضمن الحقيقة مصانع وكمان ورش تعليمية او كمان مراكز تعليمية ودي نقطة مهمة جدا تمام تمام طبعا دي فرصة جيدة جدا للارتقاء بعضية الصناعة وهيبقى فيها شركات كمان مش مصرية بس مصرية واجنبية فدي فرصة ان تبقى حاجة على مستوى عالمي لان صناعة الدهب من صناعات قوية جدا ودائما بنقول ان الدهب احتياط استراتيجي للدولة وللأفراد فالدهب هو العملة الوحيدة التي قابلة للتعامل في جميع انحاء العالم تحضرتك لو معك دهب في اي مكان في العالم بتقدر تسيله وهو معتمد عالميا ومصر من الدول القوية جدا الغنية جدا في انتاج الدهب يعني احنا عندنا مناطق حوالي سبع مناطق طعوم فوق كمياتها قائلة من الدهب مش بس السكاري على فكرة احنا عندنا مناطق تانية كتير جدا ابرزها منطقة عتوت في وسط السحراء الشرقية التي تحوي احتياط استراتيجي حوالي تسعتاشر الف تن وكل تن به ستاشر وثلاثة من عشر جرام وكانت المنطقة دي استخدمها قدماء المصريين من عام 1953 قبل الميلاد لانتاج الدهب مصر اصيلة جدا في انتاج الدهب وعايز تصدق الكلام ده بص للتابوت بتاع التوت عن خاموح اللي هو طن ومتين وبص للروعة والجمال يعني قد ايه المصريين القدماء كانوا متقدمين واحنا بإذن الله العمل المصري ماهر جدا متى اتيحت له الظروف المؤئمة فهو قادر على الابتكار وقادر على المنافسة العالمية عظيم ونتيجة ان مصر غنية بالدهب عملنا مدينة الدهب عايزنا اعرف من حضرتك مساحتها والمراحل بتاعتها مساحتها حوالي 150 فدان بها حوالي 400 ورشة و150 ورشة تعليمية وبها مدارس متخصصة لتعليم صناعة الدهب لانتاج العامل الذي يملك الحرفة ويملك القلم ايضا وبها مصلحة الدمغة والموازين طبعا وبها مدينة ترفيهية عالمية فهتصبح كأن الملتقى السياحي مش بس للدهب لا لجميع السلع الاخرى ايضا وتدفع بقوة لتطوير صناعة الدهب متقسم على مراحل؟ لا بإذن لا هي مرحلة واحدة دكتور ناجي حضرتك كلمت انه مصر غنية بالدهب ونطمح ان نكون مركز لوجيستي لصناعة الدهب هناك نقطة مهمة جدا لكي نستطيع نحقق هذا وهي ان نعظم القيمة المضافة لصناعة الدهب دعينا نعرف من حضرتك وضعنا دلوقتي وضع سوق الدهب في مصر دلوقتي شكله ايه وازاي نقدر نعظم من قيمة طبعا تعظيم الاستفادة من الدهب المستخرج وزير البترول والصروة المعدنية قام بفتتاح من سبعين مصفاء لتكرير ريفيناري لتكرير الدهب وختمه بحيث ان يبقى معتمد عالميا طبعا المصفاء دهيت خطوة بتكلفة حوالي 100 مليون دولار فدهيت لها مرضود استراتيجي قوي جدا لانها تقدر تنق الدهب مش بس المستخرج من مصر بل ما يعرف بالدرع العربي النوبي ممكن من السعودية من الدول الافريقية وتصير مصر مركز لوجيستي في الشرق الاوسط كله لصناعة الدهب لان صناعة الدهب من الصناعات الداعمة بقوة جدا للاقتصاد القومي لان الدهب هو الشيء الوحيد انه دايما نقول في ثانية واحدة انت تقدر تحوله في البورسات العالمية الى السيولة السيولة اللي انت عايزها فدعم هذه الصناعة اللي نتطلع الى المزيد منه من القيادة السياسية ومن دولة رئيس الوزراء وده يعني بيدعم بقوة الاقتصاد القومي وبيدفع لانه وزيادة الاحتياطة الاستراتيجي لمصر من الدهب اللي مصر اخذ به هذه الايام ونتطلع الى المزيد منه ونتطلع الى تقنين كمان استخراج الدهب احنا عندنا فيه مناطق كتير قوي احنا مش عندنا الدهب بس في السكري اللي هو يعتبر من اكبر عشر مناجم على مستوى العالم باحتياط استراتيجي يقدر بـ 12 مليار وقية وانتاجه السنة و200 ألف وقية الدهب لا احنا عندنا منطقة عتود وودي العلاق بأسوان والبرامية وحمش عظيم طيب عندنا كمان مجهولات ذهبية تاريخية اكيد طبعا ازاي ممكن نستغلها هل في معارض مثلا بنشارك فيها اه طبعا مشكورة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عالم السلحي باشتراك مع الشعبة باشتراك مع مصلحة الدنوة اقامت اكبر معرض عالمي اعتبر عالمي اللي هو نيبيو 20-22 وده ولا الناس قد ايه مصريين قادرين احنا قادرين على انتاج اروع على المشغولات التي لا تقل عن الاطالي او الهندي او الخليجي بل بالعكس نتمايز بالزوء الشرقي ونتمايز بالحرفية العالية جدا جدا وده المعرض ده صورة لعالم كله ان قد ايه فيه امكانية امكانية هائلة جدا لتطوير والنهوض بهذه الصناعة في مصر طب يا فندم احنا حجم صدراتنا من الدهب قد ايه اكام دولة بنتعامل معها يعني احنا في الوقت الرهن مش كتير لكن اذا تم دفع هذه الصناعة وتسهيل كل المعوقات للتصدير فبلا شك ان احنا قادرين جدا جدا الشركات المصرية على المنافسة والمنافسة بقوة في السوق العالم طيب ايه كمان هيكون موجود في مدينة ده هل حضرتك قلت ان فيه عوامل ترفيه ياريت نعرفها برضو العمال واللي هشتغلوا في هذه المدينة ووضع الاقامة بالنسبة لهم هيكون عامل ازاي لا طبعا هيبقى فيه ساكل العاملين في هذه المدينة وهيبقى مش بس كده ومدينة ترفيه شاملة والاطفال جزء ترفيه الاطفال ويعني هتبقى فيها شاملة لكل شيء يعني شاملة لكل شيء مش بس للدهب لأ الدهب مش مجرد مكان شغل وشركات اصلة مصرية وغير مصرية هتبقى زي يعني مدينة عالمية للدهب في مصر ودي تبقى فرصة طيبة جدا طبعا للنهوض بهذه الصناعة طب يا فاندون حضرية اتكلمت عن وجود مركز كمان للدمغة أعيز أعرف من حضرتك يعني ممكن ناس كتير تبقاش عارفة الدمغة دي معناها ايه ايه الفرق يعني ايه مثلا دمغة عن دمغة في حضرتك وتكلمنا عن أولا الدمغات هي عبارة يعني هي بتدي شهادة المشغول انه تم ملاجعته وعياره سليم وبتختموا بهذه الأختم الحالين بتستخدم الأختم التقليدية ودي بتعمل حاجة يعني بتعمل تشوه وهي جزء يكل في المشغول نتيجة انه احنا كمان دلوقتي بنلتاج إلى الأوزان الخفيفة خاصة مع ارتفاع الدهب الارتفاعات الكبيرة قوي فبنجد ان القطعة اللي مثلا بتبقى 20 جرام و 30 جرام بتخفها ل 5 جرام و 6 جرام تمشيا مع القدرة الشرائية المستعدة فبنجد ان تحتاج إلى معاملة رقيقة شوية غير الأختام اللي بتقوم بالإضافة ان الدمغ بالليزر اللي هو بإذن الله سيتم في القريب العاجل ده بيدي يعني لا يشوي المشغول ويمنع الغش تماما وبيحتوي بيبقى ظاهر يا فاند المبارا يعني أيحد ممكن يبص يشوفه زيارة العادي وبيحول كل البيانات بالنسبة للمشغول من طريق تصنيعه شكله وعياره وبنقول تاني ان الدمغات ليس لها علاقة بالأسعار اطلاقا وليس لها علاقة بالبيع والشراء هو تطور تقني رقمي لان مصر كلها رايحة نحو الرقمنة دي سياسة اتجاه دولة وده تطور طبيعي جدا جدا الناس ما لهاش جعوة به ده حاجة جهة رقبية حكومية ما لهاش جعوة به اللي مدموغ بدمغات قديمة هي دمغات حكومية ومعتمدة الى مئات السنين عادي جدا واللي مدموغ بدمغة تقول اللي عنده الدمغة القديمة يرمي الدهب بتاعه حضرتك انت بتقولي دهب فإذا هو دهب قديم دهب الدهب مسته على فكرة جميلة ان الامر بتورسه البنت بنتها الدهب والسلعة الوحيدة يعني هتقعد مليون سنة ولا هتصدي ولا ده بالعكس يعني نجد ان الدهب كان سنة الخمسينات بكام كان جرام الدهب كان بالدرهم الدرهم كان ثلاثة جرام واثناشر في المية وكان الدرهم بخمسة وسبعين ارش الجرام كان بحوالي خمسة وعشرين ارش وسنة ستنات كان الجرام بثمانين ارش مش بجنيه اللي حاليا دلوقتي بثمانمية خمسة وثلاثين مع الازمة الاوكرانية الدنيا درهم الدهب ده وصلت دلوقتي الكامية خمسة وثلاثين دعيار كم؟ واحد وعشرين ومتوقعين ان احنا لو الازمة الاوكرانية بتمثل البوابة الشرقية لأوروبا وحلف الناتو فالدنيا على صفيح ساخن هتروح فين فاحنا متوقعين انه ممكن تعدي وقيت الدهب الفين دولار ولو عدت الفين دولار الدهب هتلاقيه بسوامية جنيه سوامية وخمسين سهل جدا جدا لانه جاب السعر دهب كده من سنة ونصف لما الوقية جابت الفين وسبعين دولار والدهب جابت سوامية خمسة وثمين هي روحة وعشرين اي كان الف جنيه اللي عشرة جنيه اللي خمستاشر جنيه فالدهب استثمر كوي يعني من الحاجات اللي بتتأثر بأي شيء بيحصل في العالم هو الدهب مخزن قيمة فالدهب مخزن قيمة لما التوترات الجيوسياسية اللي موجودة في العالم لأي الناس سنة ديلة استثمروا الدول بتلجأ للدهب عظيمة طيب نتكلم مع حضرتك عن المستقبل صناعة الدهب في مصر طبعا في ظلة يعني اهتمام فخامة الرئيس بهذه الصناعة ودفعوا لها بقوة يعني بإذن الله مستقبل وعد جدا أنا بقول لصناعة الدهب في مصر صناعة من حيث التصنيع صناعة من حيث التنجيم والتصفية الدهب وأن مصر تصبح مركز لوجستي في الشرق الأوسط كله لتنقية الدهب وإنتاج السباك المعتمدة في جميع أنحاء العالم فطبعا إحنا بإذن الله ينتظر هذه الصناعة مستقبل رائع جدا وستقوم بدورها في دعم الاقتصاد القومي لمصر طيب دكتور يعني لو حضرتك تقيم لنا الحرفيين والمهاريين هنا اللي عندنا في مصر طبعا اللي بنشوف مشغولات دهبية يعني هنا حقيقة مصر أصيلة بالمشغولات الدهبية ومعروفة بها من زمان جدا أريد أن أعرف من حضرتك كمان إيه الإضافة اللي هتحصل لما نبتدي نحن نوطن التكنولوجيا أو نستخدم التكنولوجيا أكتر في هذا المجال تحديدا لا طبعا يعني مزيد من التفوق مزيد من الارتقاء إذا كان العامل المصري بالهند ميد هو مهر جدا جدا في إنتاج مشغولات بمجرد أدوات بسيطة جدا جدا فمع التكنولوجيا الحديثة بنقدر ننتج كميات كبيرة جدا من المشغولات وبأسعار تنافسية وخاصة مع تعديل قوانين التي هي تسهيل عملية تصديل المشغولات الذهبية هيكون ليه مردود جيد جدا على صناعة الذهب في مصر بس إحنا لسا محتاجين كمان مدارس تكنولوجيا أكيد طبعا إحنا يعني إحنا ماشيين لسا طريق ممتد مصر بيها خيرات كثيرة الذهب موجود في مناطق مش بس السكري لا موجود في مناطق كثير قوي محتاجين مزيد من العمل لاستخراج الدهب ده ومحتاجين إنشاء مزيد من المدارس مزيد من المصارع وبعد استخراج الدهب بنعمل في إيه الخطوات اللي بيمر بيها ده بيخش بعد كده مرحلة الريفايناري التنقية لإنتاج اللي هو الدهب اللي بنسميه فاين بيور جولد اللي هو أربعة ساعات 999 اللي هو الدهب البندقي وبيتختم بحيث يبقى معتمد عالميا بحيث لما تحب تصدر السباك ديت تصدر لأي دولة في العالم طب إيه الفرق في النباب من السؤال النفسي عرفه من زمان فرق من 21 و18 إيه الفرق بالعائلات؟ أولا الدهب إذا كان 24 اللي هو بندقي أو 21 الفرق في نسبة الإضافات النحاس اللي بتحطله الـ 21 21 دهب وثلاثة إضافات أخرى نحاس أو غيره الـ 18 18 دهب وستة إضافات عشان يوصل للـ 24 آآ عشان يوصل للـ 24 الـ 14 14 دهب و10 إضافات أخرى أنا وحش في الزرق دهب عيارة 24 وده بنقول مهمة أوي كله دهب إذا كان ده وله سعر ويباع وشر وعادي جدا يعني إذا كان 18 21 24 لا توجد أدنى مشكلة نشكر حضائك جزيلا شكرا دكتور ناجي فرق مستشور وزيره تموين لسنوات الدهب نورترين فندم سبارة نورترين بي شكرا